اشتركوا في القناة مساء الخير لكم مشاهدي قناة البحرين وأهلنا في البحرين الحقيقة أن تصريحات وحديث جلالة الملك حمد هو حديث مهم جدا في هذه اللحظة وهو يؤكد على أسرار دول الخليج في حفظ أمنها أمام هذه السياسات التي تنتهجها سلطات الدوحة تجاه الأمن الخليجي والتي تضرب في عمق الأمن الخليجي في تحالفاتها مع أعداء الدول الخليج العربية وبالتالي أنا أعتقد هذه السياسات القطرية هي في تصاعد مستمر على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي وهناك حالة إنكار مستمرة للأسف يعني لا نرى أي تراجع أو أي بادرة حقيقية مجرد محاولة مراوقة حول هذه القضايا التي اطرحتها دول المجلس تجاه هذه السياسات العدائية لأمنها من قبل سلطات الدوحة فكل الأحاديث التي وردت خلال الأيام الماضية من رأس الهرم هناك وحتى مرورهم بعديد من الذين سواء في السلطة حاليا أو الذين يلعبون دورا خلفيا وهم في السلطة السابقة وهم الذين أججوا الأزمات خلال العشرين سنوات الماضية لا نرى أي بوادر أمن لحل هذه الأزمة ونعتقد الدعوات بتجميد عضوية قطر هو في مجلس تعاون أعتقد أنها دعوات مشروعة وأعتقد أنه حانة اتخاذ هذه الخطوة حتى يمكن فعلا محاصرة هذه السياسات القطرية التي تستفيد من وجودها في هذا الجسم الخليجي بالرغم من أنها نشاز في هذا الجسم نعم الآن وتماشيا مع المقتضيات الأمنية الراهنة وجه جلالة الملكة المفدة خلال ترأسه مجلس الوزراء بفرض تأشيرات على الدخول للقطريين والمقيمين فيها أيضا الذين يزورون مملكة البحرين باعتقدك سيد أزياد هل تعتقد أن بقية دول مجلس التعاون ستتخذ أو تحدو نفس حذو خطوة البحرين في هذا المجال أنا أعتقد أن هذه الخطوات وغيرها ستتخذها جميع دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية المملكة البحرين وأيضا الإمارات العربية أنا أعتقد أن هناك تهديدا حقيقيا لأمنها من قبل هذه السياسات سواء من خلال استفادتها من وجودها في المنظومة أو حتى من خلال تغلق لها مع جماعات وتستطيع أن توجههم لضرب هذا الأمن الخليجي وبالتالي لا بد من هذه الإجراءات الاحترازية لحفظ الأمن الخليجي ما دامت هذه السياسات القطرية قائمة أنا أعتقد أن هناك خطوات قادمة ستتخذ في هذا الإطار من أجل حفظ أمن هذه الدول وهي إجراءات سيادية من حق هذه الدول أن تتخذها في ظل تهديدات أمنية تنطلق من الدوحة نعم إذن من رياض المحلل السياسي حمود الزياد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك